افتتاح رئيس مجلس الاتحاد العام للحرفيين حاضنة دمر المركزية للفنون الحرفية الأولى في سوريا أطلق فيها فعاليات لأعمال وأنشطة الحرفيين السوريين من شيوخ كاري المهنة افتتاح الحاضني يعني الكثير يعني إيجاد مشغولات حرفية يعني إيجاد منتجات حرفية هذه المنتجات ستكون عبارة عن بداء لإحلال المستوردات ستكون رافض للإنتاج الوطني ستكون مدارس تعليمية وتأهلية ترفض السوق المحلي بالخبرات الحرفية والفنية شملت الحاضنة مجموعة واسعة من الحرف والأعمال اليدوية التي توصق التراث السوري وتحكي قصة من الإبداع في تفاصيلها صناعة الأدوات الموسيقية هي من الأهم المهن التي متميزة فيها سوريا لأنها ليست فقط تختزل المنجور والموزيك والصدف لا هي تختزل الموسيقى الشرقية فإذا بها المهنة هذه اللي نحن نحافظ على التراث السوري المادي دعنا نقول اللي هو المنجور العمل بالمنجور الخشبي اللي هي بتتميز في صناعة العود حصرا بسوريا طبعا نحن متميزين بصناعة كل الأدوات الموسيقية لكن خصوصا العود يعتبر من أهم الآلات اللي ممكن تقتنى في العالم هو العود السوري إضافة إلى ذلك اختزالنا أو حفاظنا على التراث السوري اللامادي المتمثل بالموسيقى الشرقية اللي هي بتعزف أصلا على آلة العود لا يمكن أنه تعزف على كمان أو كيتار وبالتالي هي الأهمية المهنة تبعنا كما انطلقت مجموعة من الدورات التدريبية لجرح الجيش العربي السوري وذوي الشهداء في عدة مجالات منها الخياطة والمزييق والحفر على الخشب وغيرها من الأعمال اليدوية عم ننشط بمجال تدريب والتأهيل لذوي الشهداء بمجال مهنة الخياطة يعني هذه الحرفة خرجنا أول دورة مكانت تقريبا من عشرة أيام اللي هي خمسين أسرة شهيد وجريح وركزنا على الجريح كثير الحاضنة تهدف للحفاظ على مكانة الحرف اليدوية في مجتمعنا وتعميق مكانة التراث ونشر معالم جمالياته